فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ولسنا بهذا نقول أنه تجب مقاطعة الكفار من كل النواحي وإنما هو من النواحي الدينية والنواحي العبادة وأما نواحي التعامل المباح بالبيع والشرى والمعاهدات وعقد الذمة وقبول الرسائل والرسل منهم والتفاوض معهم فهذا ليس ممنوعا هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله الصحابة فهذا شيء والموالات شيء آخر لأن بعض الناس يخلط بين هذا وهذا فالمتشددون يخلطون بين المحبة في القلوب والموالات وبين التعامل المباح ويقولون كله حرام ولا يجوز والمتساهلون يقولون كل واحد مدام انتعامل معهم في الدنيا انتعامل معهم في أمور العبادات والأشياء هذا تساهل وإفراط وتفريط والأول إفراط وغلو والواجب الفرق بين المسألتين مسألة الموالات هذه محرمة مسألة التعامل هذه مباحة موسيقى